ارجعني لكم في الجزء الثاني من فريقونس فيرت الجزء الوليني كان مخصصة مياه بالمياه حكينا على الموارد المائية وكان سبت اليوم العالمي للمياه تاوب في النص الثاني بش تكون يمكن نحكيه على عديد المواضيع بش نرجو نحكيه على نرجو نحكيه وزاد على المياه بما انه برشلونا بلاش ماش نايل حكايا بعد شوية مع حمدي حشيد لكن قبلها نمشي ونسمع بلواليرت وين ميسة حاضرتنا رثات لتثمين الخبز البيت اليوم في بلواليرت جبت لكم ادبارة تعمل للكيف للا ما ولناش اميسيون كوجينا اما احنا ادبارتنا ديما ايكولوجيك اليوم بش نعملو مادلين بالخبز البيت وبما انه في رمضان تكثر الشهوات ويكثر معهم التبذير وخاصة تبذير الخبز بنسبة 46% قلنا نعتيوكم فكرة ديساخ مع قهيوة بعد شقان الفتر وفي نفس الوقت غسات ثكية خطرها الثامن الخبز البيت نستحق للغسات هذية 100 جرام خبز بيت مباشمت بارشا معنى لونه دوغي 100 جرام عظم معنى قابة بخصوص عن ميت 80 جرام سكر نجمو تنقص انتمو في كمية السكر و70 جرام زبدة وتنجمو حتى تزيد وفاها شوية فانيه وإلى لوز مرحي ولا بوفري ومرحية كل قديروا قدروا نحطوها تيب في الفور 10 دقائق في سخانة 70 درجة الغسات هذية اعطت هنا تسنيم صاحبة مشروع نعمة اللي ثمن الخبز البيت ويصنع منه دي جاتو دي كايك وبرشا حاجة تخرينا ببنينا برشا ننصحكم وتجاربوها راي مدلين جيه شوشة وبنينا تعملين كيف منا نستحفظو على فلايساتنا من غير ما نشريو فهرينا اللي بتباعتها مش ديما متوفرة منا نستحفظو على البيئة النقصو في اللي دي شاي اللي يخرج من دارنا كل يوم ومنا نستحفظو على ميزانية الدعم اللي كل عام يتلاوح منها 100 مليار بسبب تلويح الخبز وانا توا ما بقالي كان نقول لكم شا هي طيبة وما تنسيوش باش تجاربو كل مرة الغسات انتي قاسبية بلو الارت